يا جماعة الوحدة معياش في الحقيقة نهاية العالم يعني مش كون انه واحد حس بالوحدة يبقى خلاص احنا وصلنا للنهاية العالم لان في الحقيقة لازم نعرف ان الواحد سبحانه وتعالى لما علمنا انه الواحد سبحانه وتعالى احد تجليات اسم الله الواحد عند اهل الله انه يذهب وحدتك ويزيب وحدتك ولذلك دايما بقول بحب فيه حكمة بحبها قوي بتقول ايه لن تصل الى حقيقة التوحيد حتى تكفر بالوحدة يعني ايه تكفر بالوحدة ما تصدقش مهما النفس اوهمتك او كدبت عليك ان انت وحيد ان انت وحيد ولذلك عين التوحيد هو ان تشعر بألا وحدة انت مش لوحدك ابدا فالواحد لما بيحس بانه هو عنده احتياج للانس وانه هو بيشتكي من الوحدة وهو ناسي انه هو يستشعر وجود ربنا معاه يتذكر ان الله سبحانه وتعالى وعدنا بوعد ابدا الله سبحانه وتعالى خلاه الوعد دوت امام عينينا على طول وهو معكم اينما كنتم كيفما كنتم اينما كنتم في اي زمن كنتم الله معانا ولذلك انه حاصل الانسان لو عارف صفة الله وعارف ان الله سبحانه وتعالى معنا وان معية الله سبحانه وتعالى فيها ايه بقى معية الله سبحانه وتعالى لا تدركه الابصار قالوا ليه لا تدركه الابصار قال لا تدركه الابصار لكي لا يقول أحد بأنه في هذا المكان الذي لا يدركه بصري هذا المكان ليس فيه هو ولكن لما كانت لا تدركه الأبصار فهو معي دائما وعلمه يحيطني وحنانه معي ولذلك أهم حاجة بالداول وحدة أن أنت لما تيجي تدرك أن الله معك لا تجعل أن الله معك بعلمه فقط بل الله الله بكل صفات جماله معاك معاك بحنانه معاك بلطفه معاك بوده معاك برعايته معاك بأنسه معاك كمان بالطمأنينة التي يبصها في قلبك ولذلك كثير من الناس يقولوا ألا بذكر الله تطمأنه القلوب فيجي بواحد يقول لي كده طب يا مولانا دلوقتي أنا وحيد ومش حاسس بأنس وقلبي مش متطمن وحاسس أن أنا الوحدي طب أعمل إيه أنت بتقول ألا بذكر الله تطمأنه القلوب فقلبي ما اطمأنش أقول له هدي بالك أنت فاهم ألا بذكر الله تطمأنه القلوب يعني إيه ألا بيقينك أن الله يذكرك يطمأنه قلبك يعني إيه لحصل فكيف أنساك يا من لست تنساني الله لا ينساك الله معاك دايما نقول كده الله معاك ولا عمره ينساك يبقى الله معاك معاك وناظر إليك ولذلك لا تختلف علي الأصوات ترجمة نانسي قنقر